حقيقة لما نتكلم عن الحكمة التي من أجلها شرعة الأعياد هنقول حاجات كتيرة لكن ربما لا نصل لكل الحكمة التي نعم التي أرادها الله عز وجل من ذلك لكن بالاجتهاد نقول الحكمة من الأعياد شكر الله سبحانه وتعالى حضراك لما تلاحظ عيد الفطر جاء بعد عبادة جليلة ليه عبادة الصيام عبادة لا نظيرة لها من بين العبادات ولما يجي العيد الأطحى بيجي بعد عبادة عظيمة اللي هي عبادة الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ولما نربط بين العبادات جميعا هلاقي العبادات جاءت لضبط السلوك الإنساني الصيام فإن كان يوم صومي أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل وفي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فكأن أنا في الأعياد دي بيظهر أثر العبادة علي أثر الطاعة في ضبط السلوك حتى وأنا في أقصى درجات الفرحة لأن الفرحة مشروعة الأعياد كمان شرعت للفرحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان يفرحهم إذا أفتر زي النهار ده كده كله فرحان وده فرحة طبيعية وفرحة مشروعة وكل واحد بيفرح على أده على أد طعته على أده أربه من الله سبحانه وتعالى إذا أفتر فرحة بفطري لأنه خلاص التكليف بتاع شهر رمضان انتهى ودي حاجة ما تزعلش ما يزعلش إن أنا قديت الطاعة والعبادة وفرحان إن الشهر يخلص وإذا لقي ربه فرحة بصوم فرحان ليه بقى؟ لأنه هيبقى واقف كده قدام ربنا سبحانه وتعالى وتعرض للحساب أمام الله ويلاقي الصيام طالع له مجسد بشكل كامل كده بيشوفه ويلاقي القرآن طالع له مجسد بشكل كامل وبيشوفه وسيدنا النبي يقول في الكلام ده الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يبقى واقف كده قدام ربنا وهم اللي بيتكلموا بيقول له يا رب شفعنا فيه يعني اقبل إن احنا نتوسط عندك في هذا العبد علشان يدخل الجنة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان يعني يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته للصيام والقيام ويدخل العبد إلى الجنة ده يستحق الفرحة ولا لا يستحق؟ يستحق المشروعية كمان من مشروعية الأعياد إن احنا نشكر الله سبحانه وتعالى على إتمام الشهر ربنا يقول ولتكملوا العدة عدة الشهر تلاتين يوم أو تسعة وعشرين يوم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيصورة من صور شكر الله سبحانه وتعالى على أداء هذه العبادة الجليل عظيم ترجمة نانسي قنقر